أقول لكم الحكم ده بصوته إيه؟ الحكم ده أولاً رئيس لجنة تحكيم العربية هو الكابتن وديع الجريء وهذا يعني الكابتن وديع الجريء هو رئيس لجنة حكام البطولة العربية وهو تونسي تونسي ماشي مفيش مشكلة المشكلة بقى في إيه؟ المشكلة أن النادي التراجي لعب أول مباراة مع نادي النفط العراقي حضراتكم فاكرين حضراتكم فاكرين كمان أن النفط العراقي أحرز هدف وقلغي هذا الهدف قامت اللجنة المنظمة برئاسة طبعاً وديع الجريء وانتفضت قوي وراحت وقفة اللاين مان وإيه؟ ماشيتهم البطولة حلوة قوي عملت إيه بقى في الحاكم أساساً اللي هو لغى الهدف؟ قالت له أنت عندك أنذار ما ينفعش كده الحاكم ده كان مين؟ كان علي المغفري ما ينفعش أنت حد يدغي يجون كده تقوم اللجنة دي تعمل إيه بقى تكافؤه وتدينه مباراة قبل النهائي عشان إيه؟ عشان فيه فريق يعني أنا مش عايزة بقى يعني حد قوي في ألفاظ واضح قوي لكن طبعاً الكلام باين جداً وواضح جداً فالكان من الأخضر للكابتن وديع الجريء اللي هو رئيس لجنة التحكيم العربية ده الهدف قدام حضراتكم مفهوش أي حاجة رجعوا تاني يا جماعة رجعوا تاني عشان الناس تفتكروا أدي الهدف هو مفهوش ولا الهوى ولا الهوى يعني مفهوش حاجة خالص فالكابتن الجميل علي المغفري خلاص يا جماعة خلاص الحكم علي المغفري خلاص قالوله ما تعملش كده تاني وشدوه من ودنه كده ما تعملش كده تاني وإحنا هنكفأك ونديك مباراة قبل النهائي هيكون فيها الأهل المصري طرف ها الأهل المصري يبقى فيها طرف هو هتنسى فقاللهم خلاص ماشي أنا مش هعمل كده تاني واضح الكلام جداً النهاردة الصحف التونسية هجموا هجموا السيد وديعي الجريء وقالوا ما ينفعش أن احنا نتدخل بقى في خصات حكام وما ينفعش مش احنا مش شكلنا وقال كلام كتير قوي أنا برضو مش عايز أقوله على العموم لكن أنا بقول لكم خلفية هذا الحكم الحكم ده علي المغفري كان باين قوي في استفزازه للعيبة لعبة نادي القالي كان باين قوي قوي في تضيع الوقت اللي يعني حاجة بصراحة تزهى يعني أنا كنت عايز المطش يخلص القالي يخسر ثلاثة اربعة بس نخلص المطش ده يعني مش كده يا جماعة يعني لعبة الفايصالي بصراحة كانت مزاودها قوي قوي يعني كنا نبنقول لعبة شمال أفريقيا لا عندنا كمان لعبة الفايصالي يعني حاجة بصراحة لا تطاق يعني مش ممكن يكون ده ماتش كورة أو دي مبارات كورة فصعب صعب كان الموضوع قوي تقوم حضراتك تعمل ايه لو حسبنا كنا بالستوبوتش كم ديئة وقت ضايع والله العظيمة تعدل ربع ساعة إدى تمن دقايق تفضل علينا وإدى تمن دقايق وساب اللعبة وبتحايل عليها بقى معلش بقى إرمي القاوت معلش يلا يعني قوم بقى الجل وقع خمسين ألف مرة ومرة مغمع ليه وحاجة بصراحة يعني يعني مش ممكن ده كوم والكوم التاني لما زق إسلام محارب هو يعني ربنا بيحبوا أن لعبة نادي الأهلي مقدم يعني دي اللقطة قدامك وهي دي اللقطة قدامك وهي يعني حاجة خلاص خلاص يعني زق إسلام محارب بطريقة أقسم بالله العظيم أنا لو أنا لكان هيبقى آخر مرة يصفر بيها ببقه واسنانه أقسم بالله العظيم لأن تزقني ليه في صدري يعني تزقني ليه في صدري يعني وأنت يعني أساسا يعني أقصى تموحاتك أن أنت توقف جنب إسلام محارب أقصى تموحاتك أنت تروع عند دوكو في بلدكو تقول لهم أنا حكمت نادي الأهلي دي كانت أقصى تموحاتك لكن أنت تزقه في صدري بالطريقة دي ما إحنا مش جايبين يعني فتوة يعني يحكم لنا أقسم بالله أنا بقول أنا لو أنا كنت يعني بطلتك تصفير تاني تصفر بقى من أي مكان تاني أنت عايزه يعني لكن أنا حاجة بصراحة كمة في الاستفزاز يعني أنت ضغط اللعيبة وامتنشنها وضربة جزاء يعني اللعمة يشوفها وقولنا خلاص ماشي دي بطولة يعني وخلاص ويعني إحنا مش إحنا مش عايزين أي حاجة يعني كنا بنشوف اللعيبة وخلاص والموضوع كبر في دماغنا وقلنا هنجيب بطولة لكن تزوء كمان لعيب من نادل آلي لا يعني معرفش بقى هما يشدوك من ودنك التانية بقى ولا أنا زعلت بصراحة أن أنت ما حكمتش النهائي أنا زعلت يعني كان مفروض تكافؤوا يا جماعة وتدولوا المباراة أنها إيه يعني حاجة بصراحة مش ممكن مش ممكن كان عندنا إحنا أخطاء كان عندنا أخطاء وهنتكلم فيها زي ما قلت لكم ولكن كنا في الاستفزاز حتى لو كانت لعيبة مين يا جماعة أنتوا متخيلين كل ثلاث دقايق أو كل دقائقين اللعبة بيقفت واحد نايم واحد ميت واحد مصاب واحد مش عارف إيه مش ممكن يعني بصراحة يعني ماتش وعدة وإحنا قلنا أن الهدف الرئيسي كان أن إحنا نشوف اللعيبة لكن موضوع كبر آه إحنا كلنا خلاص تعشمنا أن الأهل ياخد البطول وما كانش متوقع الخسارة خالص 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 لكن حد يقول لي فريد فايصالي كان جامد والكلام ده لأ معلش أنا أسف أنا أنا ما شفتش فريق كواه أنا شفت سوق حظ مش طبيعي لنادل آهلي شفت فرقة عندها روح بتلعب للدقيقة 98 وبتجيب هدف شفت حكم عايز يخسر ناديل آهلي بأي طريقة عليه ضغط جامد جدا النادل آهلي لازم يخسر معلش هو ده قدر النادل آهلي اللي الناس كانت بتقول على القرعة اختشوا بقى شو بقى يعني حسوا بقى يعني لازم بقى فيه عندنا دم بقى أنت شفتوا القرعة وشفتوا الحكم وشفتوا الظلم والآهلي ما بكسبش بالحكام ولا الآهلي محتاج حكام تكسبوا نروح بقى لحد يعني كده هسماعكم الفيديو بتاعه يعني هو المدير